اشتركوا في القناة يجاوز الحد الشرعي بذكر ما لا حاجة له في الدعاء إما بأن يسأل الله تعالى من صور الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله شيئا لا يمكن أن يكون كان يقول اللهم إني أسألك أن تنزل القمر في بيتي هذا لا يكون مستحيل ليس مستحيلا عدم قدرة الله في الله على كل شيء قدير لكن هذا مستحيل عادة فسؤال مستحيل عادة أو مستحيل شرعا كان يقول اللهم أن يسألك أن تجعلني نبيا أو تبعثني رسولا هذا من الاعتداء في الدعاء من الاعتداف الدعاء التفصيل في مقام الإجمال كان يقول اللهم من يسألك بيتا في الجنة أربعة أدوار وثلاثة كذا وتفصيلات هذا من الاعتداف الدعاء كما جاء في حديث عبد الله بن مغفى لما قال اللهم من يسألك ابنه قال اللهم من يسألك القصر على يمين الداخل للجنة قال هذا من الاعتداف الدعاء و وعده مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهجره لأجل هذا. فالمقصود أن الاعتداء في الدعاء هو التجاوز. تجاوز الحد. إما في الصفة. وإما في صفة الدعاء. أو في مضمون الدعاء. أو في وقت الدعاء. فالاعتداء يكون في المسؤول. يعني يسأل ما لا يجوز أو ما لا يكون. أو يفصل في مقام الإجمال. أو صفة الدعاء. كان يكون مثلا دعاء ملحونا مسجوعا. أو يكون الاعتداء في زمانه. كان يدعو في مكان لا يشرع فيه أن يدعو. إنما يشرع أن يشتغل بغير ذلك. كالذي يدعو مثلا وقت الخطبة. الإمام يخطبه. هو مشتغل. الإمام بالدعاء. هذا من الاعتداء في الدعاء. لأنه الواجب عليه أن ينصد.